اشتركوا في القناة تتواصل الاشواط تستمر التحديات في ختامي المرموم تعلن انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة انطلاقة الشوط التاسع عشر الخاص بالابكار الحجائق التي تتنافس من اجل تحقيق المركز الاول خلال هذه الانطلاقات والتحديات المديرة على بركة الله وتوفيق منه اعلنت هذه الانطلاقة الخاصة بالابكار نسير لدى مقدمة هذا الشوط نسير مع هذا الابداع الذي ياتي بالصدارة هي الريم تاتي على المركز الاول حمود بن ناصر بن راشد الحرسوسي يعلن ببداية هذه الانطلاقة مع المقدمة ومع المركز الاول ولكن المتدخلة ايضا من الجانب الاخر التي بدأت باستلام الصدارة هذه هي ايضا تاتي قماهير ساري بن بلوش المزروعي يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق بينما المركز الثاني شوف التحديات والانطلاقات الكبيرة هذه هي ايضا تتواجد مشاهدين الاحزاء هنا شعار بن حتروش المنصوري ياتي مع المركز الثاني بينما المركز الثالث تدخلت التماس عبدالله بن محمد بن مسلم المحرمي يصل في المركز الثالث المركز الرابع هي ايضا قزر عبدالله بن سالم الخريباني النعيمي المركز الخامس هذا بن ياعد ياتي بوجود وانطلاقة الطيارة خليفة بن عبدالله بن ياعد الحميري المركز السادس مرضية سعود بن جابر بن حمد بن حزاب المري يصل في المركز السادس للخامس لتكون سادسا من القانب الاخر تكريم احمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميذي المركز ايضا سابع هذه هي ايضا انطلاقة حب عبدالله بن محمد بن حبروت العامري المركز الثامن وصلوت شوك شوك عتيق بن مطر بن حسن القباسي كذلك ايضا تصل في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق هذه قاية قاية تصل عبدالله بن مبارك بن عزعيث العامري المركز العاشر شوف القادمة شوف المنطلقة هذه الاريام سابع بن محمد بن خبوشي العامري ياتي بانطلاقة وجود الاريام مع المركز العاشر نعود للمقدمة نعود للصدارة نعود للتبادل ما بين المراكز المتقدمة اللي قيلت النتيجة اللي خذت الاول حظ حظ على المركز الاول من هو الحظيظ في هذا الشلطة حظ على المركز الاول عبدالله بن محمد بن حبتور العامري ياتي مع هذا الانطلاق تحركت ايضا قزر عبدالله بن سالم الخريبان النعيمي يصل في المركز الثاني بينما المركز الثالث هذه قماهير ساري بن بلوش المزروعي كذلك القباسي متدخلا ايضا بانطلاقة شوق عتيق بن مطر بن حسن القباسي يصل في المركز الرابع شوف القادمة في اللحظات الاخيرة هذه صبا عيلان بن حميد بن واصل اكتبي يصل وبن ياعد ياتي ايضا مع هذا الانطلاق ياهي اسماء قادمة ياهي تحركات ملاذ غليب الراشد الاكتبي يتقدم مع انطلاقة ايضا ملاذ تصل في هذه اللحظات اسماء خطيرة من المراكز الخلفية بدأت بالتجاوز من ميمنة الميدان الى المركز الاول تريد الى انها مستطير في ارضية ميدان المرموم العودة الى شوق 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 ما زالت هي المستطحة لبوابة الكيلومتالاخير بوابة الكيلومتالاخير شوق عتيق بن مصدر بن حسن القباسي صبا على المركز الثاني عيلان بن حميد بن واصل اكتبي المركز الثالث تحركت الحرشة يمع بن عتيق الرميذي يصل بوخليفة في هذا الانطلاق المحترف بينما التقدم ايضا من وجود سحابة ابراهيم بن سعيد بن سبيح ليديلي يصل ابناء الابيض يصل ابناء الزارة منطلقين بوجود هذه النوعية هي سحابة ومرت كالسحابة في الامتار الاخيرة تحركت الامتار الاخيرة للانطلاق نحو ناموس هذا الشوق ياهي معركة طاحنة ما بين الحرشة والسحابة ما بين ابناء السلطنة ما بين ابناء السمحة معركة طاحنة عادت سحابة مرت كالسحابة ابراهيم بن سعيد من يديلي ديلي يتقدم الى الصدارة يقود الشيط الى الناموس ولكن القادمة 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 والخطير العبور هادي بن سالب الافجح المري مع المركز الثالث ابناء ايضا هنا مشاهدين العزاء ليطلب ميدان السيح في المملكة العربية السعودية بوجود العبور عبرت العبور الى الناموس العبور هادي بن سالب الافجح المري تهانين والناموس سحابة في المركز الثاني ايضا لابراهيم بن سعيد لديلي ثالثا لهم عبن عتيق الرميذي وهي ايضا الحرشة رابعا كانت بالانطلاق الشاهينية لحمد بن بارك بن محمد بن صيب العفاري والمركز الخامس حيث حضرت ايضا حبوبة راشد بن عبدالله بن علي بن يوسف هذه النتيقة للمراكز المتقدمة عبرت العبور في الامتار الاخيرة كانت من انطلاق المذير والابداع الكبير هادي بن سالب الراشد الافجح المري تسقل توقيت زمن مغداره خمس دقائق تسعة واربعين دانية ستة اجزائي من الثانية صاحبة العوايد والانجازات المتكررة لتأتي دائما بانجازاتها بالمملكة وتقدمها وتبرهنها في المرموم المركز الثاني سحاب ابراهيم بسعيد لديلي خمس دقائق خمس دانية وايضا ستة اجزائي من الثانية بينما الحرشة حلت في المركز الثارث مع بو خليفة لياتي بانطلاقها بخمس دقائق خمسين دانية تسعة اجزائي من الثانية تهانين والناموس للجميع في هذا الانتصار وفي هذا الابداع التواصل المستمر أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين الكرام في هذه اللحظات وهذا الانطلاق نشاهد وإياكم أشواطنا الصباحية في يومنا الثاني من ختام المرموم ختام الختام أيضا هنا نتابع في هذه اللحظات هنا مع هذا الانطلاق واندفاعة هذه الأسماء المنطلقة هنا مقابل